اعمل معكم النهاردة وقبة سريعة بالجازر شكلها في منتهى الجمال بس نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلقه جميع السلام عليكم و احترمي اليوتيوب لايك و شير و سبسكرايب لصول مميزة اتمنى تحطوا لايك الفيديو ولما شاركش تشارك في القناة و اتفعلوا زر الجرس علشان كلما ننزل الفيديو وصلك يشعر بي و اتمنى ان تشاري الفيديو ده بنا اصدقائكم علشان تعمل الفائدة للجميع و يالله بينا الفيديو اللي هتقومي تعملي حالا بنتها السهولة مكونات بسيطة جدا معانا متين جرام من الجازر يعني الجازرية دي متين جرام هبدأ اقشرها كويس اخسلها كويس و اقشرها و اقطع حطران شازي ما انت شايف كده وبعد كده احطها في حلة تحط على النار معانا عليهم ربع كبه من المياه و سبه تنسلق مع نفسها الحاد بتنهيري خالص بعد من سلقت يد اضربيه في الكبه نضربتها في الكبه شوية وبعد كده باهرسها بالشوكة لو ما عنديكيش كبه هاتهرسيها بالشوكة لحد ما تنعم تماما لحد كده الموضوع سهل بس يريد تكوني عاطتي لي لايقوا لو ما اشتركتش تشركي في القناة اهرسها كويس اوي لما تنعم وبعد كده معانا مية خمسة وتلاتين جرام من النشا او يعني وبعدين حطينا ربع مع الامني الملحي في الاول و هنقلبه مع قصر وبعد كده بننزل بالنشا تدريجي لحد ما توصلي العجن اللي انا ورالك دلوقتي يعني ممكن تزيد شوية تنقص شوية يعني احنا بننزل بمعلقة بمعلقة كده لحد ما توصل للعجن اللي انت عرفت يمسكيها و هنقورها مع بعض انا شايفانا محط تدريجي اهو المجمل كله حوالي مية وتلاتين جرام من النشا يعني نص كبه اكتر من نص كبه بشوي بعد كده مصلنا للقامدة لما توصلي قامدة يبقى خلاص كده بابلي ايدي زج كده وبعد كده باقورها و اعمل ايه اضغط بسبعي كده بس ما بخرمها واشي يعني بضغط كده بل اضبعي زيت برضو وبضغطها كده شايف الحد كده الموضوع السهل طبعا في كتير من اطفالنا ما بيحبوش الجزر في الوصفة دي يعني انت هتأكليهم الجزر وصفة عاشة كده سريعة وسهلة وما بتاخدش منك وقت خالص في الوقت ده احنا عطيهم مية بتغلي على النار علشان انت نسلقها على النار بتاخد معاك بالضبط عشر دقيق مش اكتر من كده بده اعملها هاي يعني قطع صويرة كده وبتخرميها كده بس ما بتخرمهاش للاخر شايفين شكلها منتهى الجمال ولما بتستوي كمان لونها بيفتح عن كده يعني بتفتح النفس خلينا متفقين يعني الاصفال اللي بتجيهم مجزرة كده مش هيكلوا وفي نفس الوقت بقى وقبة مفيدة يعني وقبة عاشة مفيدة كمان يبقى تعمليها بمنتاز سولا مش هيتاخد وقت معاك خالص يعني بالضبط يمكن خمس زائية هتعمليها شايفين موضوع سهل وبسيط وهتقومي تعمليها هتقومي تعمليه ده بقى جديد تلاتة وعشرين كل سنة وحضركوا طيبين كلكم منسبة السنة الجديدة وعد علينا وعليكم جميعا الايام كلها بخير ولو ايجي حاجة وحشة مرة ما تجيش جانوي سنة تنسعيدة علينا يا رب بعد كده انا حط الحلة نص مية على النار نص حلة على النار نص الحلة مية على النار اخيرا ما بتلقى صحبه بعد ما غلط هابدى انزل بس واحدة بواحدة اول ما بتنزليهم لازم تقليبي تكاية مهمة عشان ايه ما تلزقش منك في الحلة مجرد ما بتحطشو ما هو بقلب كده علشان بس ما تلزقش بعد ما تنسعهم في النار هتسيبها تغلى عشر دقايق لحد ما استوي بعد ما مرح ينسعهم بقى مع نفسهم هي يستوي ونروح نعمل خلطة معانا فص من التوم معانا بقى التوابل اللي انت حابها حطيها ممكن فلفل كمون جسط طيب اللي انت حابها حطيها معانا معلقتين من الزيت معانا رشة ملح ومعانا ربع معلقة من البابركة التوابل دي يعني ان مش عايزة اقيدك بتوابل معينة اللي انت تحبيها حطيها وبعد كده معانا معلقة صغيرة من الخل بس كده ونروح تشوف الفطائر بتاعتنا استوت وطلع طعمنا على النار ما شاء الله شايفينها بتدخن زي وهي سخنا كده على طول تنزل بها في التوابل اللي احنا عملناه علشان تشرب طبعا التوابل اهو شايفين شكلها جميل ازاي بعد كده بنزل بقى وبعد كده بنزل بقى وبعد كده لبها تقليب حلوة كده محترمة وبعد كده لجاح تاني في الطبق عندك بقى رشد بقدونس رشد بصل اغضر يعني اي حاجة كده يخلي شكلها اي فتح نفسي معاني اصلا شكلها اي فتح نفسي شايفين ما شاء الله شكلها فوق الوصف معي رشد بقدونس كده المقطع بقدونس خضعة صغيرة كده هو رش على الوش يارب الفيديو كنا لعجابكو بس ياريت تحطوا لايك وان لو شيركي في القناة ويتفعلي زر الجرس لشان يكون لما نزل فيديو يوصلك اشعر بي وتمنى ان تشار الفيديو ده بنقى اصدقائك وعلشان تعمل في ادالة جميع واسبكو في رعاية الله وامانه انتظروني في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته